شكرا بدأ لما قسم الكلام إلى التقسيمات من ضمن التقسيمات تقسيم الكلام إلى أمر ونهي أراد الآن أن يبين حقيقة الأمر هما يتكلم عن مسائله والتعليف الذي ذكره غير جامع لأنه قال بأن يعني الأمر هو استدعاء الفعل بقول على جهة العلو وهذا التعريف ينقص منه استدعاء الترك لأن من الأمر ما هو استدعاء الترك فينبغي أن يقال في تعريف الأمر هو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كف مثل اكتب وقرأ وصل أو كف مدلول عليه بفعل أو إحدى أخواتها التي هي صيغة الأمر القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كف أو كف مدلول عليه بفعل أو إحدى أخواتها مثل ذر ودع ودع فإن هذه ذر ودع هذه أوامر لكنها أوامر بالكف عن الفعل وقولنا في التعريف بالصيغة تفعل أو إحدى أخواتها حتى يخرج الكف المدلول عليه بلا تفعل فإنه نهي إذن تعريف المؤلف رحمه الله هو قال اقتضاء الفعل ولم يقول يعني أنه قد يكون الكف أمر مثل ما ذكرت لكم والعلماء الجمهور يقولون الكف هو فعل وإذا كان الكف فعل ممكن أن يكون داخلا في التعريف الذي ذكره المؤلف إذن باختصار أحسن ما يقال في تعريف الأمر أنه القول الدال بالذات والقول الدال بالذات هذا احترازا من الدلالة على الوجوب بيعني أوجبة أو أمر فإن هذا لا يقال له أمر في الاصطلاح لأنه ليس بصير تفعل لأنه إخبار والإخبار هو من باب الحكم الوضعي الإخبار عن الحكم أو السبب أو المانع أو الشرط هذه كلها أقسام للحكم الوضعي إذن أحسن ما يقال اقتضاء فعل غير كف أو كف مدلول عليه بفعل أو إحداء أخواتها على جهة العلو مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله أما الاستعلاء فإنه لا يشترط والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو مرتبة في الآمر ونحن نتكلم هنا في أوامر الشرع وأوامر الشرع دائما تأتي من فوق لأن الآمر له منزلة يعني اللي هو العلو أما الاستعلاء فإنه قد يفتعل وهو صفة أو غلوة في القول مثل رفع الصوت أو الأمر بغلوة هذا يسمى استعلاءاً وقد يفتعل ويقع من غير المستعلي في الحقيقة لذلك بعض العلماء اختار العلو وبعض العلماء يقول لا يسترط العلو ولا استعلاء لصدور الأمر بعض الأحيان من غير العلو وهذا في غير أوامر الشرع والمعروف النصير تفعل إذا صدرت من المساوي تسمى التماساً وإذا صدرت من الأدوان تكون دعاءاً وتضرعاً وإذا صدرت من الأعلاف هو الأمر الذي نحن بصدده وهكذا أوامر الشرع فإنها كلها صادرة من جهة العلو لأنها صادرة من المشرع يعني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم إذن فهمنا التعريف السليم للأمر اقتضاء فعل غير كف أو كف مدلول عليه بفعل أو إحداء خواتها على جهة العلو نعم مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكذلك وذاروا البيع فإذا نضي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع فاسعوا هذا إيجاد الفعل وذاروا البيع هذا كف عن الفعل وكله أمر والفرق بين الكف عن الفعل المدلول عليه بفعل والكف المدلول عليه بلا تفعل هو الفرق بين الأمر والنهي نعم قوله على سبيل الوجوب يعني معناه أنه يقولنا اقتضاء فعل غير كف أو كف مدلول عليه بفعل كونه على سبيل الوجوب هو ما يعبر عنه في تعريف الوجوب بأنه ما أمر الشارع به أمرا جازما أي هناك لما عرفنا الواجب أو الوجوب قولنا ما أمر الشارع به أمرا جازما لأن الأمر الجازم للوجوب والأمر إذا لم يكن جازما يسمى أمرا ولكنه ليس للوجوب ولعل المؤلف رحمه الله يعني أراد أن الندب لا يسمى أمرا كما سيأتي لأن هناك خلاف يعني لأن هناك خلافا في كون الأمر كون الندب المنذوب مأمور به وليس مأمورا به نعم يعني الحقيقة هي الصيغة للأمر أربع صيغة وإذا عبر الأصوليون بفعل فإنهم يريدون يعني فعل الأمر سواء كان للفرد أو للمثنى أو للجمع أو للمذكر أو للمؤنه فيختصرون الأمر في الصيغة تفعل وإن كان مثله يفعلوا أو يفعلي أو يفعل لا فرق بينهما ولكنهم يعبرون بصيغة تفعل إذن من صيغة الأمر يعني فعل الأمر مثل يعني قصد فعل الأمر اللي هو افعل أو المصدر النائب عن فعله مثل فضرب الرقاب أصلها مثل اضربوا رقابهم يعني فضرب الرقاب فإذا أمنتم فإذا في الآية نعم فإما منن بعده وإما من فده يعني فضرب الرقاب يعني بمعنى ضربوا رقابهم إذن أول شيء فعل الأمر أو الفعل المضارع المقوم بلام الأمر مثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره سواء كان ذلك كذلك للمفرد أو الجمع تقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره فإذا دخل هذا على كذلك الفعل المضارع إذا كان وراه وهو جماعة أو غيره فإنه يقال له صيرة أمر إذن فعل الأمر المصدر النائب عن فعله يعني الفعل المضارع المقوم بلام الأمر اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم أو يعني مثل يعني صح يعني هي بمعنى اسم فعل الأمر لأن اسم الفعل الأمر هو من صيار الأمر نعم أما ما يدل على الأمر من غير هذا لا يسمى أمرا في الاصطلاح مثل مثل إن الله يأمر بالعدل ومثل يعني فرض الله عليكم كذا أو فرض عليكم كل هذا يفيد الوجوب لكنه لا يسمى صيرة أمر ولكنه يسمى إخبارا عن الحكم أو عن الأمر نعم تفضل أي كأنه أول شيء ذكر التعريف مثل ما ذكرنا هم ذكر صياغ صياغ الأمر ثم هذه مسألة أخرى يعني هنا في هذا الذي ذكره ثلاث مسائل المسألة الأولى ما يتعلق بحقيقة الأمر وهو التعريف المسألة الثانية صياغ الأمر المسألة الثالثة أن الأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب وهذا قول الجمهور وهناك من يقول إذا تجرد عن القرائن أفاد الندب ومنهم من يقول إذا تجرد عن القرائن يحمل على أقل ما يأتي إليه وهو الإباحة والصحيح هو قول الجمهور أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يفيد الوجوب فهو ظاهر في الوجوب وحقيقة في الوجوب وقد يستعمل في غير الوجوب بقرينة كما يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه لقرينة كما ذكرنا بالأمس نعم وطبعا القرينة إما أن تكون حالية أو مقالية أو قرينة خارجة فإن يكون هناك شيء صرف مثل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ويتركه فإذا أمر بشيء وتركه دل على أن الأمر ليس للوجوب وكذلك إذا نهى عن شيء وفعله دل ذلك على أن النهي ليس للتحريم ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل البيان أن الأمر ليس للوجوب يأمر بشيء ويتركه كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا ركعتين قبل المارب ولم يثبت عنه أنه صلى الركعتين قبل المارب يعني لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل المارب مع أنه قال صلوا ركعتين قبل المارب نعم وهي اللي هي الصيغة تفعل أو أخواتها يعني صيغ الأمر إذا تجردت عن القرائن كمثلاً إن يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً هذه الآن قرينة موجودة وكذلك إذا قال يعني توضأوا من لحم الغنم إن شئتم مثلاً هذا دل على أنه ليس للوجوب لأنه إذا قال إن شئت دل على أنه للوجوب والقرائن هكذا أو كان الأمر في ما يتعلق بالآداب يقولون بأن ما يتعلق بالآداب هو يصرف الأمر عن الوجوب أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة غير الصلوات الخمس فإن في يعني الأحاديث ما يدل على أنه لا تجيب صلاة غير الصلوات الخمس فلو أمر بصلاة أخرى دل على أن الأمر ليس للوجوب بدليل أنه حصر الوجوب في الصلوات الخمس وقال إلا أن تطوع فدل ذلك بقرينة خارجية منفصلة نعم عليه اللي هو الوجوب نعم 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 قلنا بأنه يعني الأمر ظاهر في الوجوب ومحل الخلاف في الأمر الذي تجرد عن القرائن أما إذا اقترنا الأمر بقرينة للوجوب أو بقرينة للندب أو بقرينة للإباحة أو جاء الأمر لا لإيجاد الفعل أصلا فهذا خارج عن محل النزاع يعني فهمتم يعني لو جاء لأن الصيغة تفعل قد تأتي لا للفعل أصلا وتأتي للإباحة وتأتي للإباحة وتأتي للوجوب وتأتي للندب أما الأصل فيها أن تأتي لإيجاد الفعل فإذا أتت لغير إيجاد الفعل فذلك خروج عن ظاهر الصيغة كأن يكون الأمر للتعجيز أو التسوية أو التحقير إلى غير ذلك من الأغراض التي يخرج فيها الأمر عن ظاهره لأسلوب أو لنكتة بلاغية أو لغرض من الأغراض يعني الشرع نعم أي صيغة تفعل بمجردها لا تقتضي التكرار والسبب في ذلك أن صيغة تفعل إذا كانت في سياق الإثبات مثل النكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق الإثبات لا تعم أما صيغة تفعل لو كانت في السياق النفي أو في سياق النهي والنهي دائما والاستفهام والامتنان وما إلى ذلك وبعضهم يجعله يفيد العموم مثل يعني قصد يعني مثل النهي يجعل مثل النفي إذا نكر إذا كانت بعد نهي أو بعد نفي أو استفهام أو امتنان فإن ذلك يكسبها العموم كما سيأتي في صيغة العموم قصد نقول بأن الفعل في سياق الإثبات مثل النكرة في سياق الإثبات ليس من صيغة العموم وإذا كان ليس من صيغة العموم لا يتكرر لذلك لما كان النهي صيغة عموم أو في معنى صيغة العموم كان متكررا إذا سبب أن الأمر لا يقتضي التكرار أنه لا يفهم من صيغة فعل إلا إيجاد الفعل وأما التكرار وعدم التكرار فهذا لا يفهم من الصيغة وإنما يفهم من صيغة من الخارج من غير الصيغة فعل فإن الصيغة فعل لا يفهم منها تكرار الفعل ولا أنه مرة واحدة ولكن لا يمكن امتثال الأمر إلا بفعله مرة ومن فعل الأمر ولو مرة واحدة خرج من عهدته فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا في نعالكم خالفوا اليهود صلوا في نعالكم فلو صلى الشخص مرة واحدة في عمره في النعال لكفى في مخالفة اليهود يعني فهمتم ولذلك لا يدل قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا في نعالكم لا يدل على التكرار وإنما لأنه قال خالفوا اليهود ومخالفة اليهود تقعوا بالمرة الواحدة لأن هكذا الصلاة تفعال في السياق الإثبات لا تدل إلا على يعني لا تدل على المرة ولا على التكرار ولكن لا يمكن لأحد أن يمتثل الأمر إلا بفعله مرة واحدة فهو من باق ضرورة امتثال الفعل نعم أي يعني مثلا كأن يقول كلما يعني يعني غربت الشمس وجب المارب إذا جاء الشرط أو كلما جاء كلما دخل شخص الدار فأعطه الدرهما فالتكرار هنا ليس من صيحة تفعل وإنما بقرين أخرى إن كان للشرط أو كان للعلة كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ومعناها أنه كلما ذلكت الشمس وجبت الصلاة لا للصيحة تفعل وإنما لمقترن بها نعم أي يعني كذلك الصيحة تفعل التي ذكرنا لا يفهم منها يعني الفور ولا التراخي ولو كان يفهم منها الفور أو التراخي لم احتج إلى الواجب المضيق والواجب الموسع ولذلك ممكن أن يقول القائل صلي بعد يومين وممكن يقول صلي بعد ساعة وممكن يقول صلي الآن فلو قال صلي هذا ليس فيه تعرض للوقت الذي يفعله الإنسان ولا التكرار ولا المرة ولا الفور ولا التراخي وإنما يفهم منه طلب إيجاد الفعل فقط ولذلك يعني قد يفهم من الأمر أنه للفور كأن يقول شخص مثلا لشخص اسقني ماء فهذا يدل على الفور لماذا لأن الشخص لا يطلب السقيا إلا إذا كان في حاجة لها الآن فهذا لا يدل على أن الأمر للفور وإنما يدل على أنه جاءت قرينة تدل على أن الأمر هنا لا يحتمل التأخير أو كان الأمر منوطا بوقت مضيق فإنه إذا كان وقت الأمر مضيقا فإنه لا يمكن تأخيره كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم لا يمكن يؤخر لأنه منوط بماذا بشهود الشهر نعم أيوه أي قصد مصيرة تفعل التي ذكرنا لا تشعر بأن فعل الأمر في زمان معين وأنه للتكرار وليس بعض الزمن أو لا من بعض في كونه للتكرار قصد للفور أو للتراخي لذلك العلماء يعني لا يفهمون أن الوقت المضيق أو موسع إلا إذا أمر الشارع بفعل العبادة في الوقت المضيق أو الوقت الموسع نعم أيوه لأنه لم يتعرض للزمن ولو أراد الفور لبيّن ذلك مثل قوله تعالى فمن شهد من شارف ليصمه ولو أراد التراخي لا يعني بيّن ذلك كذلك مثل ما وقع في الصلوات الخمس فإنه قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وجبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاء عندما فرضت الصلاة وجاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي صلى به في أول يوم في أول الوقت وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت وقال له الوقت ما بين هذا وهذا فدل هذا الصنيع على أن قوله تعالى أقيم الصلاة وأقيم الصلاة هذا لا يكفي في تحديد الوقت ولا يدل وحده كما أن أقيم الصلاة لا تدل على أعداد الركعات ولا تدل على شروط الصلاة ولا تدل على استقبال قبلة كذلك لا تدل على المرة ولا على الفور وإنما تدل على إيجاد الفعل الذي لا بد من بيانه ومن بيانه أنه موسع نعم أي وبما لا يتم نعم هذا هذه المسألة أخرى لأن المؤلف رحمه الله يعني يختصر اختصارا شديدا لأن هذه المسائل التي يذكرها ككلمات أو جمل هي وراها كلام كثير فهذا ما يسمى بمقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا به أو وسيلة الواجب والعلماء يقولون ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فوواجب وقد قال ما لا يتم الواجب المقيد إلا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب المطرق إلا به فوواجب والفرق بين هذا وهذا أن ما لا يتم الوجوب إلا به هو من باب الأسباب ويقال له شرط وجوب ومعنى شرط الوجوب هو شرط التكليف أو توجه الخطاب للمكلف وما لا يتم الواجب إلا به شرط صحة وشرط الصحة دائما مكون من شرط أداء وشرط صحة شرط وجوب واجب وبيان ذلك بالأمثلة فإن ما لا يتم الوجوب إلا به إما أن يكون في غير قدرة المكلف أصلا وإما أن يكون في قدرته ولكنه لا يؤمر به ما ليس في قدرته كنقاء المرأة من الحيض وبلوغ الصبي ودلوك الشمس والقدر الذي لا تجب الجمعة إلا به كالقدر وحضور الإمام وما إلى ذلك هذه الأشياء ليست في استطاعة المكلف فهي قطعا غير واجبة لأنها من باب ما لا يطاق والشارع كذلك لم يأمر بها وما في استطاعة المكلف ولم يؤمر به كأن يجمع المال حتى يكون غنيا فتجب عليه الزكاة أو يجمع المال حتى يجب عليه الحج هذا في استطاعته ولكنه لم يؤمر به وكذلك يترك السفر حتى يجب عليه أربع ركعات ويجب عليه صيام رمضان في رمضان هذا في استطاعته لكن الله عز وجل لم يأمره به إذن هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني مثل ما مثل المؤلف رحمه الله ولكن الأصوليين يمثلون له بغير المأمور به لأن الوضوء مأمور به لأنه شرط في الصلاة ومأمور به لقوله تعالى فإذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم ومقدمة الواجب الأصل فيها أنها ليس مأمور بها إلا لأن الواجب يتوقف عليها ويمثلون لها بالسعي للجمعة وإن كان السعي كذلك هو مأمور به لكن من كان في المسجد ليس مأمورا بالسعي وقد يمثلون له بغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل بالنسبة للوضوء وبالنسبة للصوم فإن الله عز وجل لم يأمر إلا بصيام النهار ولم يأمر إلا بغسل الوجه ولكن بما أنه لا يمكن لأحد أن يصوم النهار كله إلا بإمساك جزء من الليل ولا يمكن له أن يغسل وجهه كاملا إلا بغسل جزء من رأسه فقالوا إذن غسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب ولا يستطيع أحد أن يغسل وجهه كاملا بدون أن يغسل جزء من رأسه كما أنه إذا لم يمسك جزء من الليل من أول يعني الصيام ومن آخر الصيام ما أتم الصيام والله عز وجل يقول أتم الصيام إلى الليل وبما أنه لا فرق بين الليل والنهار لابد من إمساك جزء من الليل عند بداية الصوم وإمساك جزء من الليل عند نهاية الصوم حتى يعلم أنه أتم صيام النهار وكذلك لا بد من أن ينصل جزءا من رأسه حتى يعلم أنه غسل وجهه كاملا لذلك قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهذا المراد أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب لأنه إما أن يكون في غير طاعة المكلف في استطاعة المكلف أو في استطاعته ولم يأمر الشارع به لأن الشارع ما أمر الشخص بأن يجمع المال حتى يكون غنيا فتجب عليه الزكاة نعم واضح هذا واضح الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويعبر عنه بشرط الصحة والأول يعبر عنه بشرط التكليف وشرط التكليف ليس بواجب بينما شرط الصحة فهو واجب نعم يعني هذا الآن محل اتفاق ولكن يوجد في كلام الأصوليين يعني يقولون هذا هذه المسألة مختلف متفق عليها هل هو ما لا يتم الواجب إلا به واجب لكن هل هو واجب بنفس الأمر الذي أوجب الواجب أو يحتاج إلى أمر آخر فهمتم هذا هو محل الخلافة أما الوجوب لا خلافة فيه وهم يقولون مثلا يعني الوضوء هو واجب بقوله أقيم الصلاة وواجب بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجهكم ولا مانع من توارد دليلين على حكم واحد أو مدلول واحد والذين قالوا يعني أصلا إذا كان الأمر إذا كان ما لا يتم الواجب إلا به شرط شرعي فهو مأمور به وإذا كان غير شرعي فهو ليس مأمورا به وإنما اقتضته ضرورة الفعل والخلاف في هذا الأفض وبعضهم يقول مثل الإمام الحرمين يقول يعني إذا كان ما لا يتم الواجب إلا به سبب يكون مأمورا به لأن السبب يؤثر في الوجود وفي العدم وإذا كان شرطا يعني لا يكون الأمر أمرا به والصحيح كما ذكرت لكم أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب سواء قلنا إنه من باب ضرورة الفعل أو أنه من باب الشروط الشرعية فقوله تعالى وأقيم الصلاة هذا يلزم منه كل ما يلزم للصلاة من استقبال قبلة وطهارة المحل وطهارة الثوب وتكبيرة حراء وكل شيء يلزم من هذا لأنه لا يمكن للصلاة أن تقع إلا باستفاء شروطها وانتفاء موانعها نعم يعني فهمتم الآن نحن عندنا ما لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به قسمان قسم مأمور به شرعا وقسم لم يؤمر به لكن لا يستطيع المكلف أن يأتي بالمأمور به بدونه فما أمر الشارع به أو كان شرطا شرعيا مثل الطهارة فهذا واضح أمره واستقبال القبلة ولكن مثلا لو واحد قيل له ارقى السطح هو لا يمكن أن يرقى السطح يعني إلا بماذا إلا بآلة هذه الآلة ما هي مذكورة وليل يكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإذا أمر الله عز وجل الإنسان بأن يحج وهو خارج مكة معناه أنه أمره بماذا بالحج وبما لا يتم الحج إلا به كأمر المحدث بالصلاة فإنه أمر له بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به بقي أن هناك بعض الأشياء الآن الموجودة عندنا في العصر الحديث هل هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو من باب ما لا يتم الواجب إلا به مثلا إنسان يريد أن يحج هل ما يتعلق بالأوراق والتأشيرات وما إلى ذلك هل هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فلا يكون واجبا أو هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا نعم لماذا هل التأشير في استطاعتي طيب لو منعت منه التأشير وهل الجواز هو تبعه ما هو تبعه مثلا فهمتم فمنهم من قال هذا يمكن أن يكون من باب ما لا يتم الوجوب الله به فليس بواجب أصلا ولكن إذا حصل عليه الشخص توجه إليه الخطاب وهو لا يجب عليه تحصيله لكنه مثل ذنوك الشمس إذا ذلك الشمس توجه الخطاب قبل أن تأخذ هذه الأوراق وتأخذ كل هذا لم يتجه إليك الخطاب أصلا فإذا وجدت هذا تتجه إليك الخطاب فيكون إذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به وإذا كان يجب عليك أن تسعى إليه فمعنى أنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به واضح هذا نعم وعلى كل حال هو متردد بين هذا وهذا فمن شبهه بما لا يتم الوجوب إلا به قال ليس في واجه ومن شبهه بما لا يتم الواجب إلا به قال واجه نعم أنا قلت ما لا يتم الوجوب إلا به هذا شرط التكليف وشرط التكليف ليس مكلفا به أحد مثل البلوغ والنقاء الحيض من الحيض هي ما يمكلفة بأن وكذلك لا يكلف أحد ولا يكلف أحد بذنوك الشمس وقلت لكم ما لا يتم الوجوب إلا به إما أن يكون في استطاعة المكلف فلم يؤمر به أو ليس باستطاعته أصلا إذن ليس مأمورا به على كل حال واضح والفرق بينهما أن هذا يسمى سبب وجوب أو شرط وجوب وهذا يسمى شرط صحة بعد توجه الخطاب للشخص هناك شرط صحة مثل الطهارة للصلاة لكن الخطاب لا يتوجه للشخص بوجوب الصلاة إلا إذا دخل الوقت ودخول الوقت ليس مسؤولا عنه نعم واضح والعلماء بعضهم يقول ما لا يتم الواجب إلا به إن كان مقدورا للمكلف فليس بواجب والحقيقة لو يعني ذكرنا هذا تبين الفر نقول ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو ما يسمى بمقدمة الواجب نعم أي قبل أن يعني أن ننتقل هذه مسألة أخرى كذلك من ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدمة الواجب ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه لأن ترك المحرم واجب والله لا إذن هو داخل في ما لا يتم الواجب إلا به وبعض الأصوليين يترجمونه بما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه وتركه واجب كمن اختلط عليه المذكاه بالبيتة والأجنبية بالأخت في النكاح وفي الأكل يعني مثلا رجل له بنات عم يعني إحدى بنات عمه أخته من الرضاء ولم يميزها حرم عليه أن ينكح واحدة منه لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب كل واحدة عقد عليها يحتمل أن تكون أخته من الرضاء يقول ما لا يتم الواجب إلا به أو ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب وكذلك يعني يقولون لو يعني اختلط عليه لحم المذكاه بالميتة وجب عليه ترك الجميع لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب ومن هذه القاعدة أن الشخص إذا كان في مكان لا تتبين له القبلة أصلا لا يعرف أي جهة حتى يجتهد وليس فيه نجوم وليس فيه مهاب الريح التي تعرف بها الجهات فاختلط عليه الأمر يجب عليه أن نصليه على الجهات الأربع لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب ومن كان عنده ثوباني أحده ما نجس ولم يميزه وجب عليه أن يصليه في كل ثوب صلاة حتى يتأكد أنه صلى في ثوب صحيح وقاعدة لها فروع كثيرة ليقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وبعضهم يعبر عنها بالوسيلة وأن الوسيلة تعطى حكم المقصد أي المتوسل إليه نعم والوسيلة وما لا يتم الواجب إلا به والذريعة بينهما تشابه كثير وقد يعبر عن كل منهما بالآخر نعم فضل أي إذا الإنسان فعل المأمور كما أمر به خرج من عهدته يعني مثلا إذا صلى الإنسان الصلاة الواجبة بشروطها وانتفاء موانعها فإنه سقط عنه الطلب أي وإذا فعل المأمور سقط الطلب به نعم بس لا بد أن يكون فعله على الوجه الشرعي وهذا هو الذي تقدم لنا في الصحة أن الصحة والإجزاء هو فعل العبادة موافقة للوجه الشرعي موافقة للأمر أما إذا فعل العبادة أو عقد العقد مخالف للأمر فإنه لا يسقط ولا يصح إن كان من باب العبادات لا يصح وإن كان من باب المعاملات لا يصح نعم يعني لو بعدت حتى يكون الكلام واضح أي يعني كأنه يقول شروط التكليف هذه الآن تساوي شروط التكليف من يدخل في الأمر ومن لا يدخل في الأمر نعم يدخل أي يعني قصده يعني يعني هو شرط شرط التكليف أو التكليف هو العقل زايد البلوغ يساوي التكليف التكليف لا بد له من ركنين العقل والبلوغ فإذا انتفى أحدهما انتفى التكليف وعلى كل حال كون هذا داخل يعني يدخل المكلف فقط أو أن غيره دخل ثم أخرج بالاستهناء كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث والخلاف لفظي سواء قلت بأنه دخل وأخرج بدليل أو قلت بأنه ما دخل أصلا فهو ليس مرادا بالتكليف قطعا لأن لفظ المؤمنين ولفظ الناس يشمل جميع المؤمنين وجميع الناس ولكن هناك ذلة تدل على أنه لا تكليف إلا مع بلوغ وعقل أما من غير يعني أحدهما أو من غيرهما لا يقع التكليف نعم أي هو في الحقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث تبين منهم الصبي ومنهم وقال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إذن هذه هي شروط التكليف ومن شرط التكليف أن يكون الشخص عاقلا بالغا يعني سليم الحواس ليس هناك إكراه ولا نسيان ولا سهو كل هذه يعني عوارض للتكليف أو تمنع التكليف لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع نعم وكون هؤلاء داخلين أو فأخرجوا بدليل أو غير داخلين أصلا خلاف لفظي لأنه باتفاق على أنهم غير مكلفين إما أنهم دخلوا في الخطاب ثم أخرجوا من باب التخصيص أو أنهم لم يدخلوا أصلا فالاتفاق فالاتفاق قائم على أنهم غير مكلفين نعم كأنه يقول يشترط في التكليف أن يكون الشخص عاقلا بالغا يعني سليم الحواس ليس هناك يعني نسيان ولا سهو ولا نوم ولا غفلة ولا إكراه نعم أي يعني الكفار مخاطبون لإيمان هذا بلا نزاع ومحل اتفاق وهل هم مخاطبون بفروع بالشريعة مهل الصلاة والزكاة وصلة الرحم وما إلى ذلك أو ليسوا مخاطبين ففي المسألة أربعة أقوال أنهم مخاطبون بالفروع مطلقا أنهم غير مخاطبين بالفروع مطلقا أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر لأن النواهي لا تحتاج إلى فعل وإنما تحتاج إلى الكف عن الفعل وهو يتصور من غير المسلم أنهم مخاطب أن المخاطب هو المرتد من الكفار أما الكافر الأصلي فليس بمخاطب هذه أربعة أقوال والصحيح أنهم مخاطبون بالفروع ومخاطبون بما لا تصح الفروع إلا به وهو الإيمان مثل المحدث الذي يؤمر بالصلاة وقت حدثه لكن بشرط أن يتوضع فبما فبما أن الإيمان لا يصح بدونه عمل فإن الكافر مخاطب بأن يزكي ويصلي ويصوم لكن أن يقدم على ذلك الدخول في الإيمان ولا نعم كيف أنهم مخاطبون بالفروع مطلقا أنهم غير مخاطبين بالفروع مطلقا أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر أنهم مخاطبون يعني إذا كان الكافر مرتد كان مسلما ثم ارتد فإنهم مخاطب بالفروع لأنهم عرفها وعرف الشرع وأما الكافر الأصري فليس مخاطب مع أن الإجماع قائم على أن الكافر وقت كفره لا يصلي صلاته وعدمها سواء وأنه إذا آمن لا يؤمر بقضائها هذا بإجماع لذلك قال العلماء لا فائدة في الخلاف في هذه المسألة إلا في من مات من الكفار والعياذ بالله على كفره فإنه يعذب على تركه للإيمان وعلى تركه للفروع كما قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين العيه وكذلك قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوما قيامه ويخلد فيه مهانا كن مضاعفة العذاب للكفار على يعني أنهم يسرقون ويزنون الآيات يعني الأشياء المذكورة مع كفرهم وكذلك قالوا تعالى ما سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى قوله تعالى وكنا نكذب بيوم الدين فإنه عاقبهم على تركهم للصلاة وعلى تركهم للإيمان فهذا يدل على أنهم مخاطبون بالفروع لكن النتيجة والثمر في هذا الخلاف يعني تظهر فيه من مات والعياذ بالله على الكفر فإنه يعاقب على تركه الإيمان وتركه الفروع أما من آمن فإنه لا يؤمر بقضاء ما فات من الصلاة في كفره وأنه لا تقبل الصلاة من الكافر حال كفره هذا محل إجمع واضح هذا نعم فضل اللي هو الإيمان ما لا تصح الفروع إلا به اللي هو الإيمان لأن يعني الكافر فعله ليس له أي ثمر ولا يبنى عليه أي شيء إلا في الدنيا فإنهم يعني تعدل لهم المثوبة في الدنيا والعياذ بالله ولذلك الله عز وجل قال يعني في عمل الكافر ماذا قال أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف والعياذ بالله نعم والكفر محبط للأعمال الكفر محبط للأعمال فلا ينفع معه عمل وكذلك كل شيء يغتفر للإنسان من الذنوب إذا مات الإنسان وهو مذنب إلا من مات على الشرك فإنه لا يغفر له وليس معنى الآية أن الشرك لا يغفر إذا آمن الإنسان لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني من مات على الشرك ومن مات على المعاصي الأخرى الله عز وجل يغفر له لمن شاء لكن الشرك من مات عليه لا يغفر له أبدا نعم وليس معناها أن الشخص إذا أشرك وهو حي ثم آمن أنه لا يمن لأن التربة تجب ما قبلها وكذلك الإسلام يجب ما قبله نعم هذا دليل على أنهم يعني يعاقبون على ترك الفروع يوم القيامة إذا ماتوا كافرين والإياه بالله نعم أي هذه المسألة وقال الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده يعني الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء أمر بالتلبس بواحد من أضداده يعني كيف ذلك والعلماء يعني ذكرون هنا ذلاها تقوال أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بنفس الصيغة وهذا الذين ينفون الصيغة أصلا يقولون إذا قيل قم فإن هذا هذه الصيغة دلت على ترك القعود بنفس الصيغة والجمهور يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده باللزوم لأنك لا يمكن أن تفعل الشيء إلا إذا تركت ضده إذا أمرت بالصلاة فإنك نهيت عن جميع أضداد الصلاة من مش ويعني أكل وشرب ونوم وما إلى ذلك لأن هذه كلها لأن هذه كلها أضداد للصلاة فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده يعني باللزوم وليس بالصيغة وهناك من يقول الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا باللزوم ولا بالصيغة وهذا مفروض في غير كلام الشارع لأنهم يقولون الآمر بالشيء قد يكون ذاهلا عن ضده وإذا كان ذاهلا عن ضده لا يتصور منه النهي عنهم واللزوم وهذا والكلام هنا كلام الأصوليين هو في الأوامر الشرعية والآمر الشرعي تعالى أن يغفل عن شيء فالصحيح أن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده باللزوم لأن ضرورة الفعل لا يمكن لأحد أن يفعل الشيء إلا إذا ترك ضده ولو أمرت بالصلاة لا بد أن تترك جميع الأضداد واضح هذا لذلك الأمر بالشيء نهي عن ضده باللزوم وليس بالصيغة وأما الذين يقولون بالصيغة فهؤلاء الذين يقولون بالكلام النفسي ويقولون بأنه إذا تعلق بالكف يقال له نهي وإذا تعلق بإيجاد الفعل يقال له وإذا تعلق بالاستخبار يقال له استفهام وإن فون الصيغة صيغة عموم صيغة أمر صيغة نهي أنهم يقولون هذا كلام نفسي وهذا الكلام واضح أنه صحيح وتأويل بدون يعني مسوّض وسبق أن ذكرنا في كلامنا بالأمس على الحقيقة والمجاز أن يعني الكلام إذا أطلق فينصرف إلى اللفظ وقد يطلق على غير اللفظ لكن بقرينة صارف عن المعنى الأصلي فاستعمال الكلام في غير اللفظ هذا مجاز لا بد له من قرينة ولذلك أنا أقول دائما للذين يمنعون المجازة خشية التوحيد أو خشية تأويل يعني صفات الله عز وجل أقول أخطر نفي المجاز على تأويل الصفات من عدم إثبات المجاز لأنه إذا نفينا المجاز من يقول بأن كلام الله كلام نفسي لا نستطيع يعني أن نلزمه كيف ذلك يقول أنتم قلتم ما في مجاز والكلام جاء يطلق على اللفظ وعلى النفس إذن أنا أقول بأن كلام الله نفسي وليس بعض الحقيقة ولا من بعض ولكن إذا أثبتنا المجاز نقول الأصل في الكلام الحقيقة فلا يصر في الكلام عن الحقيقة إلا بذليل والكلام هو حقيقة في اللفظ إذن لا يصرف للنفس إلا بذليل فهمتم هذا لذلك أنا في نظري أنه أخطر على تأويل الصفات نفي المجاز لأن لو قلنا بأن كل الكلام حقائق ليس بعض الحقائق ولا من بعض ويقول الله عز وجل ويقولون في أنفسهم كما قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله إذا قلنا بأن كل هذا حقائق وأن ليس فيه مجاز الذي يقول بأن يحمل كلام الله على الكلام النفس ما نستطيع أن مجازا نقول الأصل في كلام الحقيقة ولا يصرف اللفظ عنها إلا بقرين والأصل في الكلام أنه اللفظ فإذا أضيف الكلام إلى الله نحمله على يعني اللفظ ونوكل يعني الحقيقة إلى الله عز وجل كما هو معلوم أن ما يتصف الله عز وجل به في الكتاب أو في السنة لا بد له من ثلاث أسس إثبات ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين على ضرار قوله تعالى ليس كم نري شيء وهو السميع البصير قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل ونعلم أن يعني عقولنا ومداركنا قاصرة كما قال تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إذن إثبات مع تنزيه مع قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل فهذه الأسس الثلاثة من تمسك بها يعني تمسك بما ينجيه الله عز وجل به ومن قيامه ومن أخلى بواحد منها أدخل نفسه في ورطة نعم محل الشاهد هنا هو أن من ينفي على الذين يؤولون ومن أثبت المجاز يستطيع أن يرد على الذي يؤول صفات الله نقول أن أقول بأن الحقيقة لا يجوز صرفها إلا بدليل أين الدليل الذي صرف صفات الله عز وجل عن ظاهرها المتبادر منها ممن يفهم اللغة واضح هذا نعم فضل يعني قلنا من حيث المعنى لأن هناك من يقول من حيث الصيغة وهذه القضية مشكلة لأنها لها علاقة بالكلام النفسي والذين ينفون يعني الصيغة وهؤلاء وإن قال به كثير من علماء الأمة لكنه خطأ والخطأ في مثل هذا ينبغي أن يعذر صاحبه وشيخ الإسلام بن تيمية وغيره يقول الخطأ في العقيدة إذا كان سائغ فيها الاجتهاد لا فرق بينه وبين الخطأ في الأحكام إذا كان الاجتهاد سائغا ولا فرق بين الأحكام والعقائد إلا من حيث يعني أن العقيدة إذا ثبتت عن طريق القطع لا اجتهاد فيها والحكم إذا ثبت عن طريق القطع لا اجتهاد فيه وما فيه اجتهاد لو أخطأ الإنسان فيه سواء كان متعلقا بالعقيدة أو بالأحكام فإنه يتجه ليه يعني المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وينبغي لنا إذا أخطأ أحد العلماء سواء كان فيما يتعلق بالعقيدة من الأشياء التي تحتمل الاجتهاد فإننا نترحم عليه ولا نتابعه في الخطأ ولكننا لا نحاكمه ولا نتهجم عليه وهذا هو يعني المذهب السليم عند سلف هذه الأمة فإن الصحابة كان أحدهم يقول رحم الله فلان ليس بمكذب ولا كاذب ولكن لعله وهم أو لعله كذا وينبغي لنا كذلك والذين يفرقون بين العقائد والأحكام من حيث يعني الخطأ فيهما أو من حيث إن هذا لا يثبت بحديث الأحد فهذا يطالب بالدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل الرسول للأحد يعلمون الناس العقيدة ويعلمون الأحكام الشرعية والذين قالوا باشتراط التواتر فيما يتعلق بالعقائد هذا لا أساس له من الصحة وإنما هو من باب قياس جميع صفات الله على القرآن قالوا بأن القرآن صفة من صفات الله ثبتها عن طريق القطع إذن ينبغي أن لا تثبت الصفة إلا عن طريق القطع وهذا قياس مع النص والقياس مع النص يسمى فاسد الاعتبار لأن القياس إذا خالف نصنا مجمعا فاسد اعتباره لا يعتبر وليس مكان للقياس أنا أردت أن نلفت النظر لهذه الجزئية وهو أن الخطأ في العقيدة فيما يسوغ فيه الاجتهاد أن صاحبه معذور كما أن الخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد في الأحكام صاحبه معذور والمعلوم من الدين بالضرورة في الأحكام أو في العقايد لا يسوغ فيه الاجتهاد ولا يسوه فيه الخطأ والتفريق بين الأحكام والعقائد في مثل هذا تفريق بدون دليل يحتاج فيه لدليل وقد اختلف الصحابة رضي الله عنه في مسائل العقدية هل النار تفنى ولا تفنى وهل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الإسراء والمعراج ويعني كل منهم يسوغ ذلك وكذلك مما يدل على أن الخطأ في العقيدة يعني لا يخرج من الملة إذا كان الخطأ عن سبب الأشياء التي تحتمل الاجتهاد أو كان عن طريق الجهل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قافلا من عزوة حنين قال له الصحابة جعل لنا ذات أنوار ولم يقل لهم أشركتم وإنما قال إنها السنة إنكم قلتم لي كما قال أصحاب موسى لموسى قالوا جعل لنا إلها كما لهم آله وموسى ماذا قال لأصحابه قال إنكم قوم تجهدون ما قال إنكم مشركون ولا كفرتم إذن من أخطأ في العقيدة عن طريق الجهل ينبغي لنا أن نعلمه لأن المسلم لا يجوز إخراجه عن الإسلام إلا إذا كان راغبا عنه ولازم القول لا يعد قولا لذلك لو قال إنسان قولا يلزم منه الكفر لا يكفر به حتى يستوهر ويستكشف هل تريد كذا أو لا تريده ولذلك العلماء يقولون لازم المذهب ليس بمذهب والسبب في ذلك أن الشخص قاصر وأنا أقول لذلك وميطت يعني العقود بين المكلفين بالألفاظ بالمنطوقة ولا يعني يؤخذ لازم القول إلا من كلام الوحي لأن كلام الوحي يعني كلام الله وكلام الرسول يعني يؤخذ الحكم من لازمه وملزومه ومنطوقه ومفهومه أما ما يتعلق بالناس فإنه يؤخذ الشخص بكلامه ويستفسر هل هو أراد كذا أو لم يرد كذا إذن الخطأ فيما يسوغ فيه الخطأ هو صاحبه مرفوع عنه الخطأ كما قال النبي صلى الله وله أجر إن شاء الله لكن بشرط أن يكون الشخص يعني اجتهد فيما يسوغ فيه لاجتهاد كان من الاجتهاد أو كان مخطئا أو جاهلا فإنه يُعذر بذلك كما هو مذهب كثير من العلماء أن الجهل عذر وخاصة إذا كان في غير الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة نعم أي الأمر بالشيء نهي عن جميع يعني يقولنا الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء هو أمر بالتلبس بضد واحد من أضداده بيان ذلك قلنا بأنه لا يمكن أن يفعل الأمر إلا إذا ترك جميع أضداده لكن النهي عن الشيء يكفيك أن تتلبس بضد واحد لأنك لا يمكن تتلبس بجميع الأضداد يعني مثلا إذا نهيت نهي الإنسان مثلا يعني عن أكل الربا فإنه يعني يعني أكل الربا يكون واحد يأكل الحلال والحلال أنواع كثيرة فلو ترك أكل الربا تلبس بضده يعني ولو ضد واحد هذا يكفي واضح هذا لأن جميع الأضداد ما يمكن الواحد يتلبس بها بينما ضد واحد بينما في الانتهاء اللي هو الأمر بالشيء نهي عن ضده ممكن ينتهي عن جميع الأضداد لكن يتلبس بجميع الأضداد ما يمكن لذلك كان الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده ونهي عن الشيء أمر بضد من أضداده نعم نعم انتهى الدرس أي طيب إذا كان فيها سيلة ما وضح صوتك وضحه ما قلت الواجب المقيد يعني قلت ماذا ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب اللي هو مهل الطهارة وما لا يتم الواجب المقيد يعني معناه الواجب المقيد بشروط أنه لا يجب يعني مثلا وجوب الصلاة هذا واجب مقيد وجوب الصلاة واجب مقيد لكن وجوب الطهارة ليس مقيدا مهمتم وجوب الصلاة متى تجيب الصلاة إذا دخل الوقت أما وجوب الطهارة طهارة أو وجوب هذا ليس مقيدا طعمتم نعم هذا معنى الواجب المقيد المقيد أو معلق على شرط نعم نعم المالكية أخذوا تكليف الصبي بغير الواجب المحرم من حديث المرأة التي رفعت ولدها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ألي هذا حج وبعض العلماء يقول إنها خثعمية مع أنه ليس في شيء من روايات الحديث أنها خثعمية وإنما يعني الركب الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال من أنتم قالوا نحن المسلمون فنرفعت له المرأة صبيا لها وقالت له يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر فإذا كان الأجر يترتب على فعل الصبي وكان له حج وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع فإن الأمر هنا واجب بالنسبة للأولياء ولكن أمر الولي للصبي هو من باب الندب يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأولياء متجه للأولياء وليس متجه للصبيان ولكن أمر الوالد لابنه هذا من باب ما هو من دوب في مروء أولادكم بالصلاة للسبع فهذا بل كذلك على أن الصبي تقبل منه الصلاة لو فعلها وهي نافلة في حقه وليست فريضة يعني هذا الذي فهم منه المالكية أن الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم وبنوا على ذلك فرعا وهو أن الصبي يصح نكاحه ولا يصح طلاقه لأن النكاح سبب في الإباحة والطلاق سبب في التحريم وهو مكلف بغير الواجب والمحرم نعم واضح؟ هل؟ هل؟ أنا بيّنت بيّنت الخطأ في العقيدة بسبب الجهل وبيّنت الخطأ يعني الخلاف في أن الصحابة رضي الله عنهم من هم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وهذا أمر عقدي أو أمر يعني فروعي واختلافهم في أن النار تفنى أو لا تفنى وهل هل الفترة ماذا يعمل بهم؟ هذه كلها مسائل عقدية ووقع فيها الخلاف بين الصحابة من بعدهم نعم وكذلك يعني مثلا التأويل تأويل الصفات الذين يؤولون الصفات هم غرضهم تنزيه الله عز وجل وإن كان هذا الطريق خطأ لكنهم أرادوا أن ينزيه الله عز وجل ولكن ينبغي أن يكون ما يضافر الله عز وجل يعني إذا أضيف الشيء إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون القلب طاهرا من التشبيه فإذا وقع التشبيه في القلب وأراد الإنسان أن يصرف ذلك التشبيه الذي وقع في قلبه هو هذا التشبيه غير واقع فهذا من باب خطأ كذلك التأويل والذين يؤولون بعض الصفات هم قصدهم حسن وأرادوا أن ينزيه الله عز وجل فهؤلاء لا نشنع عليهم ولا نقول إنهم من الفرق الضالة وهذا التشنيع على هؤلاء لا ينبغي ولكن أكثر ما يقال أنهم أخطأوا لأنهم أهلوا فضل وأهلوا علم وأهلوا ورع وتقوى وهذا لا يمنع من الخطأ نعم وأنتم تعلمون أن بعض الصحابة يقولون أن بعض الصور ليست من القرآن مثل ما نقول عن المسعود أن المعبوذتين ليست من القرآن وتعلمون أن من أنكر شيئا من القرآن كفر أليس بك كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا أمر يعني ما هو فأنا قصد مبين أنه لا ينبغي النكير على الشخص الذي هو من أهل العلم والفضل إذا أخطأ فإن الخطأ مرفوعا للأمة وإذا ساغ لأنه يعني مثلا بعض الآيات بعض الصفات التي أولها السلف المعية أولها السلف مثلا أليس كذلك؟ قالوا إن الله معكم قالوا معكم بماذا؟ بعلمه هل للأله عز وجل قال بعلمه؟ والله هذا تأويل؟ نعم هذا تأويل والله ليس بتأويل؟ طيب هذا تأويل في الجملة مع أنه أنا مثلا يعني أرى أن المعية لائقة بكمال الله وجل ولا نؤولها بالعلم لماذا؟ لأن هناك صفة العلم هبتت بدليل آخر وينبغي إذا ثبتت صفة مستقلة لا تؤول بها صفة أخرى وإنما لو جاءت صفة أخرى نثبتها كما ثبتت في الكتاب أو السنة ولا نؤولها وليس تأويلها بتلك الصفة بأولا من تأويل الصفة بهذه إذا ثبتت صفة العلم وثبتت صفة المعية كوني أؤول المعية بالعلم ليس أولا من أول العلم بالمعية فأنا أثبت المعية لائقة بكمال الله وجلاله على مراده ونقطع طمعي عن إدراك كيفية تلك المعية كما أثبتت العلم فأنا مثلا في نظري وكما أخذت عن الشيخ رحمه الله في أن الصفات من باب واحد حتى صفة العلم حتى صفة المعية نقول معية لائقة بكمال الله وجلاله طيب من يؤولها وقال بأن السلف أولها وكذلك نقيل عن ابن عباس وبعضهم يؤول الكرسي يقول بأنه العلم كما نقيل عن ابن عباس قال وسع كرسيه وسع علمه والقارينة الموجودة في المعية موجودة في آية الكرسي لأن الله عز وجل يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه يعني وسع علمه والله عز وجل قال في آية أخرى قال ولا يحيطون بشيء من علمه وقال في الآية الأخرى وسع كل شيء علمه إذا واحد أول وقال لا الكرسي يعني هو مرقات ومخلوق معا لا يثبت حديث صحيح فيما يتعلق بالكرسي أبدا وكلها حديث متكلم فيها أنا قصدي الآن أن نبين أن من أول قصده حسن ولو أخطأ وفي نظري أنه ينبغي أن تجرى الصفات من باب واحد تنزيه الله قطع الطمع عن إدراك الكيفية إثبات ما أثبته الله النفسي على أساس قوله تعالى ليس كم نري شيء والسمع البصير وهذه الآية أصل في جميع إثبات الصفات ونفي ما لا يلق بالله لأن السمع والبصر يتصف بهما كل مخلوق والله عز وجل قال ليس كم نري شيء أولا مدام ليس كم نري شيء إذا أضيف له شيء لا يمكن أن يشابه المخلوقات وهناك من المنافات بين الصفة والصفة مهل ما بين المنافات بين الذات والذات لأن ذات المخلوق موجودة لائقة بضعفه وافتقاره وذات الخالق موجودة لائقة بكمال الله وجلاله وهناك من المنافات بين الذات والذات نقيس عليه أو نجعل منافات بين الصفة والصفة من المنافات بين الذات والذات وأنتم ترون التفاوت بين المخلوقات فإن نفو رأس إذا أضيف إلى الجبل أو الوادي أو المال أو الشخص كله يختلف بحسب الإضافات فما بالك بما يضاف للخارق عز وجل فإن ما يضاف لله عز وجل لا يمكن أن يشابهه ما يضاف للمخلوق وهذه الأسس هي التي ينبغي أن تخلق وتجعل الصفات من باب واحد لو وجدنا بعض السلف أول بعض الصفات نلتمس له الأعذار ولا نتابعه فيما نرى أنه خطأ ولكن لا نشتم هؤلاء ونقول أنهم منحرفون وأنهم مثل الفرق الضالة لأن أصحاب البدع وأصحاب الفرق الضالة ليسوا كمن يؤول عن حس النية وأنه يريد تنسيه الله عز وجل نعم وللا نقول أي صفة ثبتت وحدها في الكتاب أو السنة لا ينبغي أن نؤول بها صفة أخرى كالمجيء فإن الله عز وجل قال جاء ربك وقال وجاء أمر ربك فلا نؤول مجيء الله بمجيء الأمر ولا مجيء الأمر بمجيء الله ولو وردت صفة في العلم ووردت صفة المعية لا نؤول المعية بالعلم ولا العلم بالمعية وكل واحدة نثبتها كما أثبتها الشرع وننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين وهذا ما ندين الله به وهو الذي أخذته من شيخي ووالدي رحمه الله وكان يرى أن المعية مثل غيرها من الصفات معية لائقة بكمال الله وجلاله ولذلك الله عز وجل يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون نعم هذه السؤال فضل على كل حال كتب الأصول كثيرة بين مختصر ومطول وأخصر كتاب في الأصول هو هذا الكتاب الذي ندرس الآن هو أخصر مختصر وقفت عليه في أصول الفقه وكل يعني كما ذكرنا في المقدمة يعني عن نشأة الأصول أن كل يعني مذهب عنده كتب في الأصول مطولة ومختصرة والإنسان هو الذي يحدد لأنه أنا في مرة سألني واحد قال أنا أريد كتاب في الأصول يغني عن جميع الكتب في الأصول قلت لهذا لا يوجد إلا إذا كنت تؤلفه أنت لأنه ما في كتاب يغني عن جميع الكتب لأن التآليف تابع للمؤلفين وكل مؤلف أعطاه الله عز وجل ملكة لم يعطيها للشخص الآخر والكتاب الواحد قد يفهم الشخص مسألة فيوضحها والمسألة التي بعدها يكون أفهم لها واحد آخر في كتاب آخر لذلك أنا أنصح بأن الشخص لا يقتصر على كتاب واحد وإنما يبدأ بالمختصرات حسب مرحلته العمرية وحسب تحصيله وأفيد ما يفيد في هذا الكتب المدرسية التي هي مقررة لأنها وضعتها يعني وزارات أو جماعات يعني تكون مناسبة للعمر فهذه في نظري أنها هي التي تناسب الناشئة يعني إنسان يأخذ كتاب مثلا مقرر على الثانوي أو على المتوسط يبدأ به ثم بعد ذلك يتوسع ويتوسع ولا مانع من يأخذ المختصرات ويكون يأخذ دروس على المشايخ لأن أصول الفقه لا يؤخذ عن طريق المطالعة لا بد من أن يأخذ أحد مبادئه على أستاذ ثم بعد ذلك ينمي معلوماته وفي نظري أن المختصرات يعني من أحسنها مختصر الورقات هذا من أحسن المختصرات القديمة وأما في الكتب الحديثة فهناك مذكرة الشيخ رحمه الله في وصول الفقه فهذه المذكرة من أحسن كتب الأصول الحديثة لأنها تجمع بين سلاسة الأسلوب وحسن الأمثلة ومنقاه من المشاكل الأمثلة التي تكون في كتب بعض الأصوليين المحدثين أو يعني بعض الأصوليين القدمة فهي نافعة وكذلك مختصر الروضة للطوفي وكتاب الروضة من أحسن كذلك المختصرات وأجمعها نعم وهناك كتاب يعني مختصر بن اللحام وهناك اختصار المنار في الأصول الحنفي وهناك جمع الجوامع لابن السبكي وهو كتاب من أحسن الكتب لكن فيه صعوبة المبتد ما يستطيع فهمه لشدة اختصاره وكذلك مختصر بن الحاجب فيه صعوبة أنا لا أنصح به الناشئة وإنما يقرأه الإنسان بعد أن يقرأ الكتب المولفة مثل وصول الفقه مذكرة وصول الفقه على روضة النار للشيخ وصول الفقه لخلاف وصول الفقه لبدران أبي العينين بدران وصول الفقه لأبي زهرة رحم الله الجميع فإن هذه الكتب نافعة وقد تناسب يعني المبتدئين لأن أسلوبها أسهل من أسلوب الأقدمين نعم نعم لا ينبغي يعني أحد أن يفوت الصلاة وإن كان يعني الشخص النائم مرضوع عنه القلم لكن الشخص إذا كان يعلم أنه سينام وتفوته الصلاة يكون مفرطا فيحاسب ليس على نومه وإنما على تفريطه فينبغي الإنسان أن يحرص على الصلاة لأن الحرص على الصلاة يعني يهيئ المعرفة والله عز وجل إذا علم الصدق من الإنسان واتق الله عز وجل الله عز وجل يقول اتقوا الله ويعلمكم الله ما يقول يعني شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي وترك الصلاة والتهاوم فيها من أكبر المعاصي فينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة فإذا حرص عليها يسر الله عز وجل له فهم الدرس إن شاء الله نعم خلاص خلاص شكرا 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 شكرا